الشيء المهم اللي لازم أول شيء نثبته نعم إحنا المتقاعدين ترى مدى ناخذ شيء من تخصيص بالموازنة أو كذا مثل ما يقولون وهذا الحاج ومن نية من أحد إحنا من أول يوم نتعين به بالدولة تتم استقطاعات من رواتبنا باسم التوقيفات التقاعدية هذه التوقيفات التقاعدية على مدى لثلاثين عام خدمة تتم أيضا هي مو بس تتستقطع وإنما تستثمرها دائرة التقاعد أو المفترض أنه تقوم بذلك ولذلك إحنا من ناخذ رواتب فهذه الرواتب هي مدخراتنا هي مو مكرمة من أحد هذه القضية مهمة جدا ويجب أن تكون واضحة للجميع ولهذا فإننا من نطالب إحنا نطالب بحقنا إحنا مدى نطالب بأشياء فوق الحق والغبن اللي دي يصير عند ناس هم خدموا الدولة العراقية ولسنوات يعني العقود ما نقول لسنوات والآن يجي أنا أجي أنطي 300 ألف أربعمائة ألف وهو عنده شهادة وعنده كذا على بو أنت من النظام القديم أو على القانون القديم هذه القضايا يجب أن تحل كلها لأنه ببساطة إحنا دافعين ثمن تقاعدنا مقدما وللأسف هذا لا يجري التنويه له لذلك إحنا ما نرتبط بموازنة إحنا ما نرتبط بمكارم ولا نرتبط بكل هذه الأشياء هذا يقود إلى شيء آخر أين هي أموال هيئة التقاعد وأين هو دور الجهات الرقابية من ديوان رقابة المالية ومن هيئة النزاهة في متابعة تطبيق قانون التقاعد وأصلا جذور أموال هذه المعاملات التقاعدية لماذا هناك الكثير من التزوير لماذا هناك الكثير من التحايل أنا أريد أن أخذ دكتورة قبل فترة ألغة في الاستلم راتبي وأنا أقوم بعمل شهادة حياتي قطع راتبي لمدة ثلاثة شهر لماذا؟ أين راحت الأموال التي كانت هذا؟ هناك مسألة يعني هناك مسألة من عدم الشفافية في مفهوم التقاعد أصلا وفي إدارة الأموال التقاعد وفي كذلك حقوق المتقاعدين نحن لسنا مثل الآخرين اللي هم مدللين على غفرنام وبلية القعدة والصبح لقوروحهم متقاعدين ويستلمون ملايين الدنانير نحن ناس دفعنا ثمن هذا التقاعد من خلال مخصصاتنا ومن خلال خدمتنا الفعلية للدولة العراقية وبالتالي صفينهتشي وللعلم أيضا لأنه كنت في جهة ما والجهة غضبت علي حتى منطوني إجازاتي المستحقة لأن فلان زعلان علي ولأنه أنا ما عندي ظهر حتى ما أقدر أقاضيهم ولا أقدر أسوي كل شيء طيب